موسيقى حياكم الله مجددا في يهلا في حوار سابق عبر برنامج يهلا أعلن عن أنه دفع الإجارات بدءا من 15 شناير للعقود السكنية الجديدة للإيجار سيكون عبر منصة إيجار وسيكون دفع إلكتروني فقط اليوم 15 شناير دخل هذا القرار إلى حيز التنفيذ إيش التفاصيل المتعلقة فيه الطريقة الآلية العقود ماذا يلزم لمالك العقار للمستأجر كل ما يتعلق في هذه التفاصيل يسعدنا أن نبثه لكم عبر برنامج يهلا من خلال ضيفين كريمين ينضمان إلينا عبر السكاي بلستاد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة العقار مساء الخير ستتيسير وشكرا لقبولك الدعوة مساء النور حياك الله وينفرح وفي الاستوديو لستاء المهندس زياد العقل مدير عام التشغيل والتطوير للإيجار والبرامج السكنية والتجارية في برنامج إيجار مهندس مساء الخير شكرا لقبولك الدعوة مساء النور شكرا على الدعوة أهلا حياكم الله نحن كنا معكم في برنامج يهلا من اللحظة الأولى لإطلاق هذه الفكرة كان عبر واحدة من حلقات البرنامج كان ضيفها الأستاذ القدير تيسير المفرج مع الزميل جمال المعقل اليوم نمد التفاصيل معكم حتى نحيط الجمهور والناس والمشاهدين علما بكل ما يحدث في هذا الموضوع أستاذ تيسير اليوم بدأ التنفيذ ودنا نأخذ بعض التفاصيل حول هذا الموضوع ما الذي يلزم ويحدث بدءا من 15 شناير وانت ماشي من اليوم بدأ الدفع بالنسبة للإيجار عن طريق المنصة فقط وعن طريق القنوات الرقمية في إيجار فقط خصوصا نتكلم حنا عن العقود السكنية الجديدة التي أفربت من اليوم وما بعد القرار يعني أي دفعة إيجارية تتم من خلال القنوات الرقمية في إيجار فقط هي المعتمدة وهي التي يعتد بها كإثبات لدفع الإيجار أي أن كل ما يتم خارج المنصة لا يتم اعتمادة كدفعة للإيجار ولا يمكن إثباتها إلا عن طريق المنصة طبعا أحد أهم أهداف قرار حصر الدفعات عن طريق المنصة هو بداية التسهيل على المستجرين في دفع التزاماتهم البالية عبر القنوات الرقمية حفظ حقوق الأقراف العملية الإيجارية كاملة توثيق العمليات المالية وتسجيلها والاستغناء عن سندات القبض وبالتأكيد طبعا أحد يمكن أهم من أهداف أو أحد الأخراجات اللي إن شاء الله هيصم في هذا القرار هو مكافحة محاربة عمليات الحقيال والنصب المنتجرا مرخرا في قطاع الإيجار حتى وإن كانت عن نطاق ضيق ولكن اليوم نتكلم عن أو كما كامل لعمليات الإيجار اللي يدفع عن طريق منصة واحدة نعم أستاذ يسير بس أبغى أوقف عند جملة أنت قلتها أنه أي عملية دفع تدم خارج المنصة الإلكترونية لا يعتد بها بمعنى أنه اليوم لو صار اتفاق بين المستأجر ومالك الإيجار أنه تعالى بعطيك فلوسك كاش ولا بحولها على حسابك ولا أي شيء ما تعتبر وثيقة تثبت أنه دفع الإيجار ولا ولا أنه لو عمل كذا حيكون عليه مخالفة لا يعتد بها يعني لو سمح الله أحد الأطراف مثلا صار في نزاع واتجه إلى الجهات القضائية الجهات القضائية لن تنظر إلى أي عقد إيجار تم خارج المنصة لأنه سند لأنه عقد الإيجار اللي موجود الآن في منصة في منصة إيجار هو سند تنفيذي يعتد فيه ويعتبر إثبات لعملية الدفع أو عملية التحويل طيباً هو إثبات لحقية الإيجار في العقار المؤتد طيب لو صار عقد إيجار جديد الآن بدءاً من 15 ناير وانتماشي وما سجل في المنصة أو ما صار الدفع عن طريق المنصة الموضوع يلحق عقوبة معينة أم لا؟ إذا كان الوسيط فيها مخالف نعم ولكن نحن نتكلم عن عدم وجود ما يثبت حقك كمستاجر وهذا اللي يهمنا أنه اليوم هذه رسالة للمستاجر حتى تثبت حقك في أنك دفعت لصاحب العقار إيجارة هم جداً يكون دفعك عن طريق المنصة غير المنصة لن يعتد فيه لكن إذا ما سجل في المنصة يعتبر مخالفة نظامية توجب عقوبة أم لا؟ في حال كان الوسيط العقاري المرخص قام بها من غير ما يتم توثيقها من خلال المنصة فبالتالي هو خالف تعليمات الوساطة العقارية اللي يتم إداع جميع العقود الوساطة للمنصة سواء كان المنصة الهيئة العامة للعقار في عقود الوساطة بشكل عام أو حتى عقود الوساطة في إيجارة بإيش يعاقب؟ في عدة مخالفات طبعاً تبدأ بالإنذار وفيها غرامات فعالية حتى تبدأ بإنغاءة أخيص الخاص بالمصين طيب مهندس زياد اليوم نحن نتكلم عن 15 يناير وما بعدها اللي عنده عقد إيجار قبل 15 يناير هذا وش الموقف منه؟ أي عقد إيجار قبل 15 يناير معد في طريقتين للدفع يكون دفع مباشر للمالك العقار أو يكون دفع إلكتروني زي ما هو معمول فيه بعد 15 يناير رح يكون فقط تداد في الدفع الإلكتروني فقط من خلال منصة وهي تكون عن طريق مدى أو سداد أو أبل بي من خلال منصة من خلال شبكة إيجار في التعامل والتعاقد الإيجاري فاليوم في إيجار أنت لما تسجل تعاقد تحط دفعات تحط رغبتك في الدفعات في الدفعات شهرية فكل شهر تحل دفعة فبرنامج إيجار يتم من خلاله إشحار الأطراف العميجريين بحلة الدفعة أنه حل الدفعة مثلاً إيجار شهر فبراير ومن خلاله يتم الدفع من خلال شبكة إيجار من خلال قنوات الدفع الرقمية طبعاً اللي هو مدى أو سداد أو أبل بي لكن لو أحد مثلاً ما دفع ولا تأخر أنتم تلزمونه بالدفع ولا لا أنتم هدفكم بس أنكم توثقون العملية ننوثق التعامل الإيجاري اليوم بناءاً على التعاقد حق إيجار فعندك 15 يوم مهلة الدفع للمستأجر في حال كان السداد أقل من 6 شهور ومدة السداد أقل من 6 شهور و30 يوم مهلة الدفع إذا كانت أكثر من 6 شهور اللي هو 6 شهور أو سنة فبناءاً عليه يكون هذه مهلة للسداد للمستأجر فحن اليوم في إيجار توثق التعامل في حال تم الدفع أو تم السداد اللي بين المستأجر ومؤجر يتم إثباته من خلال الشبكة وبناءاً عليه تسكر عمليات الدفع وبن خلالها برضو حتى لو بكرة صار في خلاف بين الطرفين ما يقدر يدفع عليه قضية في حال تم إثبات السداد معلش مهندس نعيد مهلة السداد كم؟ مهلة السداد عندنا مهلة السداد تنقسم نوعين مهلة السداد في العقود السكنية 15 يوم لأي دفعات يجري أقل من 6 شهور فإذا كان مثلاً 3 شهور شهري فيكون مهلة السداد 15 يوم أما إذا كانت 6 شهور أو أكثر يعني 6 شهور أو سنوي فيكون مهلة السداد 30 يوم 30 يوم طيب لو عدت الخمسطعش أو الثلاثين وهو محدد بعدها يحق المالك العقار يعني لو صار خلاف بينهم ولا سدد ولا عطا مهلة يحق له يطالب فيها في المحاكم في المحاكم التنفيذ جميل جداً أستاذ تيسير كل اللي نتحدث عنه الآن يتعلق بالإيجارات السكنية فقط صح؟ التجارية ما هي داخلة في الموضوع صحيح طيب اليوم اليوم لما يصير عقد الإيجار إيش الخطوة اللي بعدها لازم يعملونها في المنصة علشان الأمور توثق؟ وبداية لابد من توثيق العقد أول حتى قبل الدفع يعني يتم توثيق العقد بين الطرفين بعد ذلك تبدأ عملية الدفع وعملية إيداع الإيجار عن طريق المنصة إلى المؤجر لكن متى لازم يدخلون العقد في إيجار؟ أول ما يوقع العقد؟ مباشرة مباشرة العملية والفورية طيب المؤجر والمستأجر لهم الحق أنهم يحطوا طريقة الدفعات اللي هم حابينها شهر، ستة شهور، ثلاثة شهور ولا فيه شيء ملزم في المنصة؟ بالتأكيد هي متاحة عن طريق العقد كل ما يتم الاتفاق عليه يتم توثيقها وهي متاحة بين الطرفين جائع للأهم أن يتم توثيق العقد بشكل مباشر في المنصة وأن يكون الدفع والتحويل عن طريق المنصة فقط وخنواتهم يمكن يذكرها في المهندسيات طيب، مهندس اعطنا الآلية اليوم مثلاً حان وقت الدفع مثلاً هم متفقين أن يوم 27 أو 28 من كل شهر تدفع جاء هذا الوقت ما هي الآلية الموجودة داخل المنصة للدفع؟ اليوم المنصة في التاريخ هذا وتاريخ الدفع تتم إشعار يرسل للمستأجر إشعار بأنه حلة الدفعة مثلاً الدفعة الأولى والدفعة الثانية والدفعة الثالثة للعقد الرقم وكذا والوحدة الفلانية وتعطيه رابط للدخول على المنصة لعملية السداد أو من خلال أنه يروح لسداد نفسه من خلال إضافتها من البنك وإضافة رقم العقد نفسه ويتم من خلاله الدفع يعني اليوم عندنا طريق يلقى أيقونات السداد ويسدد الرابط يدخل على المنصة وبناء خلالها يقدر يدخل على السداد أو يدخل على تطبيق البنك اللي هو يتعامل معه يروح للسداد يخط كم رقم المفوتر؟ 153 مفوتر إيجار وتلقائياً يطلع له كم المبلغ الإيجار؟ يحط رقم العقد وعلى طول يطلع له الدفعات اللي حالت والفواتير اللي مفتوحة اللي حين لها اللي لابد يسددها واضح السداد يصير في حال صار أي تعديلات على عقود الإيجار مثلاً في مبالغ الدفع الشهرية أو غيرها لازم توثق عن طريق المنصة ولا لا؟ بيصير بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر بالتأكيد كل التعاملات تتم عن طريق المنصة طيب التعديل هذا في أنظمة معينة لوا في المنصة ولا مفتوح؟ ما لكم علاقة في موضوع الأسعار وغيرها؟ هو الأهم من يتم توثيق العملية كاملة لما قلت لك مرضو موضوع من يتفق كل ما يتفق عليه الطرفين سواء كان في العملية الإيجارية أو حتى في عمليات الوساطة بشكل عام لا بد من تطقيقها في العقد واضح جداً طيب مهندس اليوم لو أنا أتكلم على عقد صار خمسة عشر ناير وانت ماشي تمام؟ لو جاء المستأجر وقال لصاحب العقار أنه تعال هذا قصدك الشهري أو الثلاثة أشهر خذوا ما سدد عن طريق المنصة قال له خذوا أعطاه كاش ولا حولوا له على حسابه ولا غيره إيش الموقف من الموضوع هذا؟ اليوم بناء على التعاقد في إيجار أي؟ معناه أنه عندك دفعة حالة ولم تسم دفعة طيب فبكرة ممكن هل ما لك العقار في غير نوايا وغير هذا ممكن يقدر ينفذ عليه ويطالبه في الدفعة الإيجارية في حال عدم سدادها يعني الملام هنا رح يكون المستأجر صحيح واليوم المحاكم تعد في التعاقد الإيجاري فما يثبت ما فيه عملية تثبات إلا من خلال الشبكة في جار طيب ستتيسير أنت برأيك مين المستفيد الأكبر من هذه الفكرة اليوم؟ قطاع الإيجار العقاري بشكل عام كامل نتكلم عن جميع الأطراف في العمليات الإيجارية العقارية هذا القرار اليوم ومنصة وكل الجهود التي تستتم لحوكمة العمل الإيجاري قطاع العقاري هي تزيد من الثقة في التعاملات المالية في القطاع العقاري هي ترفع مستوى الشفافية هي خطوة مهمة جدا في عمليات الاحتيال هي في مكافلة عملية الاحتيال الهدف الأساسي كما ذكرنا في البداية هو تسهيل الإجراءات ومتابعات نحن اليوم بشكل عام في المملكة العربية السعودية لدينا قنية رقمية كبيرة جدا ووجود الدفعات عن طريقة منصة هي واحد من خطوات الأساسية في عمليات التحول الرقمي في القطاع العقاري ويمكن إذا تتفق معي تعطي حتى أمان للمستأجر القادم إلى المملكة العربية السعودية اليوم إحنا جالسين نستقطب أشخاص من كل مكان على مستوى العالم على الصعيد العملي على صعيد المشروعات الموجودة فلما تكون في هذه المنصة الآمنة الحافظة للحقوق قد تكون حافز آمن أكثر للأشخاص اللي يتعاملون في هذا الموضوع إذا تتفق مع هذه النقطة تماما بالتأكيد لأنه زي ما قلنا نرفع الثقة في السوق العقاري ما تجي إلا عن طريق الحوكمة حوكمة جميع التعاملات كل واحد يعرف من يعمل ماذا متى كيف عن طريق منصة واحدة عن طريق نظام إلكتروني واحد تستطيع أن تقوم بكل العمليات بكل سهولة وهذه تعلم ترفع جاذبية السوق الاستثماري الحمد لله اليوم وصلنا كثير من التعاملات العقارية بشكل كبير جدا تماما طريق جوابك فبالتالي أننا نتحدث عن تقدم تقني كبير جدا يواكب التطور التقني للأسرارة العربية السعودية الحمد لله مهندس اليوم صار التحويل طيب كيف يحول المبلغ إلى المالك هنا طبعا في شبكة إيجار من يوم ما يتم الدفع من خلال المنصة يتم تسويات الدفعات ومن خلالها الشبكة نفسها تقوم بإصدار سندات قبض بإثبات الدفع للمستاجر وبعدها على طول تقوم بتحويلها مباشرة لحساب المالك إيش معنى نقوم بالتسوية؟ التسوية اليوم تسوية الدفع أن فاتورة الأولى والدفع الأولى هذه تم تسويتها وتم دفعها ونقلق الفاتورة بناء عليها ويحول المبلغ؟ ويحول المبلغ على طول مباشرة للحساب المالك هذا يعني أن المالك أساسا لما يسجل في المنصة هو يحط رقم حسابه؟ صحيح أول ما يتوثق للتعاقد عندنا يسجل أبود أصلا من واحدة من متطلبات العقد ما تقدر تسجل العقد إليه أن يتم إدخال رقم أيبانه وحسابه قبل ما أودعك وأختم هذا اللقاء تعرف الناس دائما عندها إشكالية وصل المبلغ ما وصل يمكن التسديد عن طريق المنصة معقد أدخل ما يفتح لي الموقع مدري وشو وش تطمنهم من هذه الناحية سواء المدة الزمنية أو سهولة الإجراءات؟ اليوم أسهل الإجراء موجود هو الإجراء الموجود في المنصة إثبات لفع وحفظ الحقوق للإطرافة الثانية الاستناء العملية الإيجارية اليوم يتأكد المستاجر أنه دفع في عندنا الدفع وغلقت معدي طالب لا يراحق وراء المالك يصدر لي سنتقابض هاتبت لي الدفعة مااتبت للدفعة هذه كلها راح تستغنى عنها و بنفس الوقت المالك حافظ حقه أنه جاءت الدفعة في الوقت المعين و برضو حتى يسهل على المالك اليوم متابعة عقاراته اليوم أنت عندك عمارة 10 شقة 15 شقة حلاص أنت العمارة فيها عقود إيجارة مسجلة أبد تدخل في الشبكة تشوف تأكد من اللي الدفع من اللي ما دفع فما هي بلا عليتها مرة بسيطة طيب أخيرا أنت اللي سددت الآن إيش الوثيقة اللي تثبت حقك؟ يعني بس في شيء جوه الموقع ولا يجيك رابط ولا يجيك سند ولا إيش بالضرع؟ من يوم ما يتم الدفع على طول تتم شعار من الشبكة يطلع يرجيك رسالة أنه ترى تم تسداد الدفعة وتم قبض الدفعة من المستاجر الفلاني وأيضا يشعر المالك العقار ترى تم تسداد الدفعة راح يتم تحويل المبلغ المجيء نعم هذه الرسالة تعد وثيقة لو صار أي نزاع قانوني في المستقبل؟ الرسالة هذه تعد وثيقة أيضا برضو حتى في الشبكة عندنا الدفعة نفسها في كل مستاجر عنده جدول الدفعات فجدول الدفعات هذا كله بيغلق ويصدر له سندات قبض أوتوماتيك من الشبكة اللي قبل 15 ديناير مستاجر من سنة سنتين عشر وعشرين اللي غيرها وحاب أنه يدخل في فكرة الدفع الإلكتروني إيش لازم يسوي؟ اليوم كل العقود في الشبكة أي عقد مسجل في الشبكة وساري يستطيع الدفع الإلكتروني واللي ما هو مسجل؟ اللي ما هو مسجل في الشبكة؟ أي شيء خارج الشبكة؟ لا يعني يقدر يسجلوا؟ يقدر يسجلوا في الشبكة ويقدر يتسجلوا سواء اللو عشر ولا خمسين سنة؟ صحيح يقدر يسجلوا؟ صحيح مهندس شكرا جزيلا لكم أستاذ تيسير قبل ما أختم معك الكلمة الأخيرة عندك إيش الرسالة اللي حاب توصلها من خلال هذا الموضوع باسم الهيئة العامة للعقار لكل اللي جالس يسمع ويشاهد هذه الفقرة؟ الوعي يحميك دائماً وعيك يحميك وعيك بالأنظمة وعيك بالتشريعات وعيك بكل الأساليب اللي موجودة الهيئة العامة للعقار وشركاها من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وحتى وسائل الإعلام تبدو الجهد كبير جداً لإيصال معلومات وإيصال الإرشادات لكل ما يتعلق بالعمليات اللي جارية رسالتنا اليوم للجميع التشريعات العقارية تحمي وتعطي السوق العقاري ثقة وجاذبية والجميع معنا اليوم شركاء بهذا الجهد اللي وصلنا إلى قطاع عقاري متميز وموثو أستاذ تيسير شكراً جزيلاً لك ولو حضورك معنا في أهلة الشكر للمهندس زياد العقل والشكر للأستاذ تيسير المفرج وقبل ما أروح الفاصل لازم من باب الحق والعدل والإنصاف أشكر الهيئة العامة للعقار على هذا التجاوب النبيل والجيد والجميل مع برنامج يهلة يمكن هذا ما هو اللقاء الأول حقيقة أنه مت جسور هذا التعاون ما بين الجهة والإعلام يفرق معنا كثير يهمنا في توضيح كثير من الصورة والمشهد يجيب على أسئلة واستفسار الناس والمشاهدين والمتعاملين جميعاً في كل ما يخص الهيئة العامة للعقار أخص بالشكر للأستاذ تيسير المفرج وكل الفريق العامل معه في العلاقات والإعلام اليوم على هذا التسهيل الجميل لأنه هو الغاية المنشودة في التعاون والتكامل والتواصل ما بين الجهة المسؤولة وما بين الإعلام ويليت الكل يقتدي بمثل هذا الموضوع وحتى نستطيع أن نقدم في المشهد الإعلامي اليوم صورة واضحة وإجابات واضحة عن كل الاستفسارات بنروح إلى فاصل ثاني في حلقتنا وبعده مكملين اشتركوا في القناة